بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وزهلا بكم في شرح الدرس الرابع من الوحدة السادسة وحدة الفكر الإسلامي للصف السابع من كتاب التربية الإسلامية الفصل الأول تحدثنا في الدرس السابق عن آداب الطريق وما هي آداب الطريق وما الذي يعيننا على فعلها والآن الدرس الذي بين أيدينا بعنوان الاحتشام ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة باتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي أحد أحابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كثيرا وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ بداية سنقوم بحل النشاط صفحة 99 ويقول حرص الإسلام على التربية على العفة والفضيلة نمضح آداب إسلامية تسهم في تحقيق ذلك ما هي الأمور التي تسهم في التربية على العفة والفضيلة واحد وأولا وأخيرا هي تقبل الله سبحانه وتعالى دعاء الله سبحانه وتعالى بالتضرع بأن يصرف عنه السوء والفحشاء والفتن ثلاثة تربية الأبناء على العفة الإسلامية سننتقل الآن إلى شرح الدرس حرص الإسلام على إقامة مجتمع نظيف يقوم على الفضيلة والعفة فدع الرجال والنساء إلى الاحتشام حفاظا على كرامة الإنسان وصورنا للمجتمع من الرذيلة والفساد أيضا أي أن هنا دعاء الإسلام إلى الاحتشام كان للحفاظ على كرامة الإنسان وصورنا من المجتمع من الرذيلة والفساد ما هو مفهوم الاحتشام؟ والابتعاد عن كل ما يسير الشهوات ويخدش الحياة في الملبس والكلام والمشية والتعامل أي أن الاحتشام يكون في الملبس والكلام والمشية والتعامل أنواع الاحتشام أولا الاحتشام في الملبس ومن ذلك يشترط في لباس المرأة أن يكون ساترا لكل جسمها عدى الوجه والكفين لا يصف ولا يشف منه شيئا ليس بالضيق ولا الرقيق الذي يظهر ما تحته قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلاب بيهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أي أنه يشترط في لباس المرأة أن يكون ساترا لجسمها ولا يظهر إلا الوجه والكفين ولا يصف منه شيئا وكذلك لا يكون ضيقا ولا رقيقا يظهر ما تحته أتعلم لم يشترط الإسلام في ثياب المرأة نوعا معينا ولا شكلا خاصا ولا لونا محددا فكل لباس يحقق الشروط السابقة يباح للمرأة أن تلبسه إذا لم يكن مثيرا يلفت أنظار الرجال نين كما يشترط في لباس الرجل أن يكون ساترا موافقا لأحكام الشرع منسجما مع عرف مجتمعه كما أن للمرأة يوجد صفات للباسها وكذلك الرجل حدد الإسلام له شروطا للباسه بأن يكون ساترا موافقا لأحكام الشرع ومنسجما أيضا في عرف المجتمع نشاط واحد صفحة 100 أذكر صورة مخالفة للاحتشام تظهر في زي بعض الشبابنا وشابات المسلمات ممكن أن يكون هذا الاحتشام مخالف في تطويل الأظافر أيضا وفي حلقات الشعر الشعر الطويل للرجال ولبس الملابس الضيقة وأيضا للشابات المسلمات لبس الألوان الفاتحة المغرية وبذلك نكون قد انتهينا من حل النشاط سننتقل الآن إلى النوع الثاني من الاحتشام وهو الاحتشام في الزينة فقد حرم الإسلام التبرج على المرأة لما يؤدي إليه من فساد وفتنة قال الله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والتبرج معناه أن تبدي المرأة ما يجب إخفاؤه من محاسنها وزينتها كشعرها ورقبتها فلا يجوز للمرأة أن تبدي ذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي أن الاحتشام في الزينة يؤدي إلى فساد وفتنة في المجتمع وحرم الإسلام وذلك على المرأة والتبرج معناه أن تبدي المرأة ما يجب إخفاؤه من محاسنها وزينتها كشعر والرقب أيضا إضاءة صفحة 100 كواحد كانت المرأة في الجاهلية تغطي رأسها على نحو يكشف رقبتها ونحرها فنزل قوله تعالى وليضربنا بخمرهن على جيوبهن والخمار معناه هو غطاء الرأس والجيب هو الصدر والنحر والمعنى أنه يجب على المرأة أن تغطي رقبتها ونحرها 2- لا يجوز للمرأة أن تخرج وهي متعطرة حتى لو أذن لها زوجها بذلك 3- يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للصلاة وطلب العلم وقضاء حوائجها الدينية والدنيوية 4- شريطة الالتزام بالضوابط الشرية 5- ثالث نوع من أنواع الاحتشام هو الاحتشام في الكلام ومن ذلك تجنب الألفاظ الفاحشة والقبيحة التي تخدش الحياء 6- لا يجوز للمرأة أن تقصد في كلامها ترقيق صوتها على نحو يسير الفتنة ويحرك الغرائز قال تعالى فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا أي أن الاحتشام في الكلام يكون بتجنب الألفاظ الفاحشة والبذيئة وكذلك أن لا تقصد المرأة في تنعيم كلامها وترقيقه إثارة الفتنة وتحريك الغرائز رابع نوع معنى من أنواع الاحتشام هو الاحتشام في المشياء فلا يجوز للمرأة أن تتعمد في مشيتها إبراز مفاتنها ولفت أنظار الرجال إليها قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أي أن المرأة عندما تمشي لا تضرب برجلها على الأرض حتى تبرز مفاتنها وتلفت أنظار الرجال إليها خامس نوع معنى هو غض البصر فقد أمر الإسلام الرجال والمساء به قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم أي أن هنا غض البصر جاء في آيات الكريمة للمؤمنين والمؤمنات أيضا والشريعة الإسلامية وإن أمرت بغض البصر إلا أنها أباحة النظر عند الحاجة يعني عندنا حالات ممكن إحنا ما نغض البصر فيها وننظر إليها وذلك النظر عند التداوي والشهادة أيضا والقضاء والبيع والشراء يوجد حلام استثناء هنا تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال هنا حرم الله حرم الإسلام ذلك لما فيه من خروج عن الفطرة وإفساد للأخلاق فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال هنا حرم الإسلام أن الرجل يقوم بالتشبه بالنساء مثل تنعيم صوته أو فرد شعره أو لبس الضيق والقصير وكذلك تشبيه النساء بالرجال بأن تخشن صوتها أو أن يلبس أيضا من صور تشبه الرجال بالنساء لبس الذهب والحرير وتنعيم الصوت وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس سننتقل الآن إلى حل أسئلة التقويم صفحة 101 السؤال الأول أوضح مفهوم الاحتشام ما هو مفهوم الاحتشام؟ هو الابتعاد عن كل الشهوات وما يخدش الحياة السؤال الثاني أبين الشروط التي لا بد منها في لباس المرأة ما هي الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة المحتشمة؟ أولا ساتر أن يكون ساترا لكل جسمها وأيضا لا يصف ولا يشف وسالثا غير رقيق ولا ضيق السؤال الثالث أوضح معنى التبرج ما هو معنى التبرج؟ هو أن تظهر المرأة ما يجب إخفاؤه من محاسنها وزينتها؟ السؤال الرابع ترتدي بعض النساء الزي الشرعي عند الصلاة فقط أبين الحكم في التزامها باللباس الشرعي بعد الصلاة يحرم على المرأة الخروج من المنزل إن تركت الزي الشرعي أي أن المرأة يجب عليها ملازمة الزي الشرعي وعدم خلعه في أي حال من الأحوال لأنه فرض عليها وقد فرضه الله على جميع المؤمنات وأمر أيضا في آياته الكريمة وبينا ذلك السؤال الخامس أمر الإسلام بالإحتشام في الحديث أذكر صورتين لذلك يريد منا ذكر صورتين يكون الاحتشام فيهما بالحديث واحد تجنب الألفاظ الفاحشة أي أننا عندما نتحدث لا نقوم بإصدار أي ألفاظ فاحشة تعكس صورة التربية لدينا وأيضا ترقيق المرأة صوتها بقصد إثارة الانتباه والفتنة أي أنه لا تقوم المرأة أثناء الكلام بترقيق الصوت حتى لا تثير انتباه الآخرين ولا تقوم بعمل فتنة السؤال السادس والأخير أمر الإسلام الرجال والنساء بغض البصر أوضح الحكمة في ذلك ما هي الحكمة من غض البصر ولماذا أمرنا الإسلام بذلك حتى لا يفسد الأخلاق وحتى لا تنتشر الفتنة والفاحشة في المجتمع الإسلامي أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر